ما كانت المرويات الشعبية تجسد مكابدات المغترب اليمني كانت تقدم ما يشبه الذاكرة المتصلة بالإنسان اليمني داخل اليمن وخارجها إن خلال موروث حزين غزير الشجن والجمال لم يكن يحوي كما الهائلة من تلك المكابدات من فراغات غير واقعية واقع المغترب اليمني لا يبعث على المسارات خصوصا في اللحظة اليمنية الراهنة والحرجة وبالذات في دول الجوار التي كانت بين فترة وأخرى متنفسا لليمني العامل والإيجابي في غربته ثم بدأ التضييق بأنفاس اليمني الذي اتسعى لتلك الأوطان وضاقت به تحت لافتات الإجراءات والقوانين أوضاع المغترب والعمالة اليمنية في السعودية من سعودة المهن إلى التضييق على العمالة الأجنبية ضاعف معاناة المغترب اليمني دون غيره كونه الأكثر تضررا في بلد لم تعد ملاذا آمنا لحياته وأسرته منذ أحداث الانقلاب والاجتياح التي أفرزت حربا بقيادة التحالف العربي يطرح المغتربون اليمنيون أمنيات منضوعية ومشروعة من بينها استثناء اليمنيين من الإجراءات الأخيرة للسعودية تجاه العمالة الأجنبية فيها غير أن تلك النداءات والأمنيات تجد أذن من رمال وأذن من عجين لصوت المغترب اليمني الذي يظهر ضعيفا بفعل ضعف حكومته ودولته اليمنية آثار الإجراءات السعودية على اليمنيين تبدو واضحة وتتسع كل يوم خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني وجانب معركة التحرير التي يخوضها اليمنيون والعرب لمواجهة أذرع إيران في اليمن والمنطقة التي تهدد أمن اليمن والخليج جدل أوضاع المغتربين اليمنيين لا يخلو من الصيد في الماء العكر وبالذات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صائدي أو جاعي اليمنيين في الداخل والخارج لأغراض كثيرة من بينها وضع الملح على جروح المغترب اليمني المفتوحة والتي تتسع كل يوم بحسب متابعين فإن الحكومة الشرعية هي المعني الأول بأوضاع المغتربين من خلال تقديم مقاربة لسلطات السعودية تجسد المواءمة بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمملكة وأبرزها الاحتفاظ بالأيد اليمنية العاملة فيها حياتي